وقعت عشان انه مشهور رح يخلونا في حاله بس تعرفون انه اليوتيوب ما يرحم حتى بانترنتيتر اكس جاء عليه كوبيرايت لو عن بعض الناس يحسبون انه ما عندي افكار رهيبة او طريقة منتاجي طاح و ماعرف منتج زي الناس لا يا حبيبي المشكلة مو في المنتاج ولا المشكلة من اللابتوب ترى حتى في الجوال يمديك تمنتج حتى احسن من اللابتوب هذا اعتمد حسب خبرة الشخص بس المشكلة وين المشكلة انك تخاف تحط لقطة من انمي معين بعدها يجي كوبيرايت لانه الاستيديو ما يرحم ترى ما هي مشكلة لو جاء كوبيرايت واحد من استيديو واحد بس في مقطع واحد ممكن يجي كوبيرايت على ثلاثة استيديوات مختلفة بعدها القناة تتحدث مثل ما صار في قناة ساسكي شو القديمة المهمة علينا من هذا يا شباب اللي يهم من الناس اللي يشوفون انه مستويه يطاح مرة عكس الايام زمان اللي كنت انزل مقاطع رهيبة وتبتين رهيب طبعا زمان رح تلقى انه قناتي معتمدة بشكل كبير على انمي ناروتو ووقتها كان انمي ناروتو مستمر فشي طبيعي رح تلقى مستواي رح يكون افضل لانه كل يوم الانمي قاعد يقدم لك شي جديد فاكيد الحين مستواي رح يقل عن ايام زمان بالنسبة للافكار عندي افكار مرة رهيبة بس هذه الافكار يبغى لها لقطات من انميات مختلفة فلو اسويها ممكن احتمال كبير ان قناتي تروح فيها وللمعلومية عندي سلسلة جديدة اللي هي سلسلة مقابلة مع المشتركين وبرضو قصص المشتركين تبغى اتطلع في المقطع الجاي فكل ما عليك انك تضيفني على الحساب الخاص الجديد في الانسجرام طبعا هدف من هذا المقطع هو ارد على بعض التعليقات وبرضو بنفس الوقت اعلن لكم انه رح يسوي سلسلة جديدة اللي هي قصص المشتركين وبرضو مقابلات مع المشتركين او مع اي يوتيوبر انتم تبون وبس كان هذا اللي عندي اتمنى ان المقطعين اعجابك ولا تنسى انك ضيفني على الانسجرام رابط حسابي رح تقاتي تحت الوصف وبس كان هذا اللي عندي اشترككم على خير ياريبين بيس اوت